في بادرة مجتمعية تعتبر غير مسبوقة يتناوى بعدد من أهالي الدخل المحدود أو أحياء الدخل المحدود في الخبر من الأطفال والنساء والرجال أكيد في إعادة تأهيل وتجميل واجهات الحية ضمن مشروع رفض التنموي الذي تنظمه جمعية ود الخيرية خليل نأخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر أرحب ماي عبر الهاتف بالأستاذة نعيمة الزامن رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية حياك الله أستاذة نعيمة أهلا بك أهلا بك في بداية تقول لي إيش هو السبب إطلاق هذا المشروع أو هذا النوع من المشاريع هذا النوع هو تطوير الحي لأننا نحن مسؤولين الجمعية مسؤولة عن أربع أحياء يعني أربع أحياء التي تكون فيها وتخدمها اللي هي الثقبة والبيونية والإسكان والخبر الجنوبية أحنا قاعدنا نشتغل أول بدينا بالأكبر والأخم اللي هي منطقة الثقبة أي على أساس ترميم المنازل وبعد ترميم المنازل بدينا نسوي شركات كبيرة مع البلدية مع القطاعات الحكومية الأخرى على أساس نساهم كلنا في تطوير الحي حيلو فمن تطوير الحي إحنا يعني لازم الواجهات الخارجية فأحنا يعني الجمعية هي أخذت على عاتقها سباعة البيوت والرسوم عليها بشكل جمالي حيث أنها تأطي يعني بحجة للأسر لأنها تغير البيئة اللي موجودة فيها الأسر طبعا هي تتغير حتى نفسيتها وحزن يعني مبادرة نعم هذا الحدث من أنها تطوير الحي نفسي نعم يعني مبادرة جميلة جداً اجتماعية وجميلة بس كلمين عن الفنانين اللي بيشاركوا معاكم حتى اليوم الفنانين اللي بيشاركوا معانا كلهم رسامين وخطاطين فيه من فنان تشكيلي فيه فنانين مختلفة فنانين الرسم عادي فهم يعني مشاركين مجموعة من منطقة الخبر في مشاركة شباب جايين من منطقة من الجبال ومن البحيمة ومن نفس التقبة ونفس الحي كلهم هذولا مشاركين مفجعين من الشباب شباب 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 جميل ايش امرز الفعاليات اللي هتكون مصاحبة لهذه المبادرة أستاذة نعيمة الفعاليات اللي بتكون مصاحبة مع هذه المبادرة رح تكون عن البيئة واهمية الاستمام بالبيئة وتطوير البيئة وعن كيف انا اخدم بيئتي بالنسبة للشباب وبالنسبة للأطفال بتعليمهم عن الاهتمام بالبيئة الاهتمام بالتدوير التدوير الأدوات المستهلكة يعني وبعضهم كثير من الأطفال الحظ اللي هم مشاركة رسم بعد وفي مجموعة من الأطفال بتشارك في الرسم وشارك أهمية الهاتف ليش احنا نشتغل هنا ما هي الأسباب اللي تخلينا نشتغل ونطور حينا فعشان يكونوا في كل متفاعي ايضا فعلنا المدارس في اليوم الانطلاقة بحيث المدارس كل مدرسة من المدارس التعليم في منطقة الخبر كلها تكون تتكلم في ذلك اليوم عن البيئة واهمية البيئة واهمية تطوير البيئة المحيطة يعني تفضل استاذة لا عشان بس نغضي الفكر يعني بالأشياء هذه بيئة تكون الواحد يعني ما يستخدمها كثير أو ما يعطيها أهمية مظبوط صحيح صحيح استاذة النعيمة يعني لاحظنا أن الأشخاص اللي ساهموا في هذه المبادرة في تغيير الحي كانوا من أهالي الحي نفسه وكانوا محدودين الدخل يعني كان الحي محدود الدخل بالضبط دور التكافل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في تنمية وطوطين الأشخاص هؤلاء يعني عشان يجعلهم يحب الوطن أكثر عشان يجعلهم يكونوا لهم يد وفي دفع عجلة التنمية لهذا الوطن هذا الإنسان يشعر بالانتماء طيب أستاذة نعيمة في معايير أو مواصفات معين أنتو بتحطوها للفنانين اللي بيجوا يرسموا هذه الجداريات أو أن أي أحد خابل إلا طبعا أول شيء أنها تكون الرسومات هادفة بقدر المستطاع خاصة لما تكون على جدار المدرسة أو على جدار الحديقة أو في أرض الحديقة أن تكون الصور غير غامجة بحث ما تشعر بالكآبة شوي أنها تكون يعني ألوانها زاهية بقدر المستطاع هذا اللي إحنا حظناها أهم شيء بالنسبة للرسومات إحنا ما نبغى رسومات ألوان يعني توقتي للحي شوي نوع من السواد أو من أكيد يعني تبغوا البهجة أكثر يعني نبغى البهجة نبغى شعور الحديقة لو بقدر الإمكان شعور يعني الراحة شعور المحبة حيلو تنطلق من نفس الرسومات يعني لاحظنا ما شاء الله في بعض البيوت يعني طراز تراثي قديم يعني وهذا حلو أنه الواحد يحتفظ فيها زي ما هي بالتراثي القديم لكن يجددها طبعا بس أن يطورها بالرسومات وعند الشباب سبارة كما يعني شبابنا عندهم طريقة استغلال يعني مثلا العيب اللي موجود في البيت ممكن يستغلونه بحيث يبرز جمال البيت وهذه يعني ميزة عند الشباب عندنا يعني نحن لسه ما شفنا النتائج النهائية يعني لسه ما شفنا نحن طبعا نحن نشوف الرسومات التي تجد يعرضونا الشباب وإن شاء ما يعني متوقع منهم أنهم يجيبون نشون طيب أستاذ نعيمة هل التشجير أو يعني الزرع وهذا الشغل تنعفني بتعطي روح للحي هل هتكون ضمن التجميل اللي بتعملوا في الأحياء نحن في عندنا مشروع ثاني كان سابق اللي هو ضل فيه اللي هو التشجير للحي فأحنا مشتغلين فيه من قبل أهمية الزراعة والاهتمام بأنهم يهتمون كل من يغرص غرص يفيده يعني فهذه الأشياء كلها تعلموها الشباب قبل قبل الحملة هذه في حملة سابقة يعني فكانت الزراعة أولا الزراعة تلك الخضار يعني أكيد مهم جدا يعني كم يوم هتستمر المبادرة هذي هوا المبادرة رح تستمر أربع أيام أو خمس أيام بس رح تستمر ظلنه هو إطلاقها بس لكن رح تستمر مستمر على طول شوارع السكبة إن شاء حلو أنا أستاذة نعيمة اليوم شفت فيديو كانوا بيهدموا التويتاون وفعلاً أتأثرت يعني فأي صحيح يعني قلت هذه ذكريات أيام الطفولة صحيح طبعاً إي والله مؤلم مؤلم لما تذكر يعني حتى بيتك القديم صحيح أو شيء قديم تعيش صراحة مرة يؤلم يعني لنا ذكريات في طفولتنا الواحد يعني يحسر أنها تلترك صح أحسن تطوير المبنى أفضل من هجم أتوقع كذا أكيد طبعاً المحافظة على التراث وشياتنا قديمة وبيوتنا قديمة ولكن يطورها بما هو يعني لا يقل يوم صحيح أدوار كثير من أشخاص وطبقات مختلفة من المجتمع شكراً لك وكيد إحنا حنفضل متابعين موضوع المبادرة هذه نبغى نستدر يعني بنشوف إحنا الصور هنا قبل البيوت القديمة الحارة وكذا نبغى نشوف كيف بعد الرسومات وبعد الألوان كيف حتدخل على المبادرة جداً رائعة جداً جداً حسيت ذكرياتي رائعة تعورت تفضل يا عبي ما ليش ما ليش رائعة إن شاء الله نعوضك بذكريات أخرى أجمل وأحناً دائماً الجديد أحياة قدامك أكيد يعني جميل مشاهدينا إحنا خلصنا حلقاتنا اليوم أكيد بإذن الله هنشوفكم بكرة في نفس الموعد انتظرونا أسبوع لخير موسيقى موسيقى